وانضم إلينا قبل دقائق زميلنا وليد هاناي وليد ما هي آخر المعطيات الميدانية لديك على جبهات حلب في المحور الجنوبي والغربي لحلب وكيف تبدو الأوضاع داخل الأحياء الغربية وبالتالي المناطق التي اتشهد حركة لسكان هناك تفضل نعم البداية تحية لك رانيا ولي ضيوفك في استوديوهات الإخبارية السورية بطبيعة الحال الجيش العربي السوري يستمر ويسعى في تضييق الخناق على المسلحين الذين كانوا قد شكلوا في وقت سابق صغر تخلوا من خلاله باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من حلب المدينة باتجاه منطقة الرموسة والكليات العسكرية الجيش العربي السوري كان له عدة طلعات اليوم عبر سلاح الجو واستهدف معاقل المجموعات الارهابية المسلحة داخل الكليات العسكرية ومحيط تلك الكليات ووصولا أيضا إلى منطقة الرموسة بحسب المصادر العسكرية بأن هناك عدد من القتلى في صفوف الارهابيين وإيضا هناك عدد من الجرحة لسيامة بأن النسق الثاني للارهابيين الثاني الخلفي لهم في اتجاه منطقة خلصة وخان طومان ووصولا إلى القراصي وقرية أم القرع هي شهدت اشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظات الماضية بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الرهابية المسلحة لا سيامة بأن هذه الاشتباكات هي شهدت تقدم ملحوظ لأبطال الجيش العربي السوري بحسب اعترافات المجموعات الرهابية المسلحة عبر صفحاتهم بالتقدم باتجاه تلة أم القرع والتي بطبيعتها هي ملاسقة للكليات العسكرية ولها أهمية استراتيجية كبيرة رانية بإشرافها إلى داخل الكليات العسكرية وبالتالي شل حركة المسلحين هذه نقطة استراتيجية تسجل لصالح أبطال الجيش العربي السوري لا سيامة بأن النقطة الأخرى هي معمل الإسمنت في منطقة الشيخ سعيد هذا المعمل الذي بأهميته الاستراتيجية هو يشرف على نقاط الجنوبية من حلب المدينة ومنطقة الرموسة القديمة والجديدة بالأجمع وشل حركة المسلحين في تلك المنطقة بالتحديد عبر رصد المسلحين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستهداف أيضا مع قل الإرهابيين بالأسلحة بأسلحة سلاح الجو وأيضا المدفعية لا سيامة بأن سلاح الجو كان قد نفذ عبر طائرات المسيرة عدة ضربات موجعة ومحققة لأرتال المسلحين القادمة من ريف إدلب الشمالي باتجاه ريف حلب الغربي مرورا بقرية أورم الكبرى ووصولا إلى خان العسل هذا المحور الذي يشهد عدة طلعات مكثفة بشكل يومي باتجاه ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي وبالتالي ضرب إمدادات المسلحين وإصابات محققة من قبل سلاح الجو وأيضا إذا ما تحدثنا عن محور 1070 شق غربي حلب المدينة هذا المحور الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين أبطالة جيش العربية السورية والمجموعات الإرهابية المسلحة في ظل تقدم أبطالة جيش في وقت سابق وبالتالي السيطرة على عدد من الكتل وهنا نتحدث عن تقدم باتجاه محور مدرسة الحكمة أي أطباق الحصار على المسلحين الذين دخلوا باتجاه الأجزاء الجنوبية وجنوبية الغربية في وقت سابق أي الجيش يعمل على أطباق الحصار على المسلحين وأيضا على ضرب معاقلهم وإمدادهم القادمة من ريف إدلب باتجاه ريف حلب الغربي نعم رأي طيب وليد ما هو الوضع الخدمي اليوم في هذه الساعات في مدينة حلب لو تحدثنا قليلا عن هذه النقطة البداية نتحدث عن واقع الكهرباء مدينة حلب لم تشهد لحضور لواقع تيار الكهربائي كون هناك عطال كبيرة عبر استهداف محطات التوليد من قبل المجموعات الارهابية المسلحة بقزائف صاروخية اليوم نتحدث عن واقع مولدات الأمبيرات في مدينة حلب وبعد إنجاز محافظة حلب بإعطاء كامل مخصصات المازوت إلى أصحاب الأمبيرات وأجبارهم على أعلان سعر ساعة الأمبير بمئة ليرة أي ساعات تشغيل عشر ساعات بيه اليوم ألف ليرة بيه الأسبوع لم يسجل أي حضور من قبل أصحاب الأمبيرات باتجاه هذه الخطوة هناك مخالفات كبيرة ترتكب من خلال بتحديد منطقة الأشرفية هناك جور على ساعة الأمبير أكثر من مئة ليرة سورية وبالتالي أكثر من ألف ومئتين وخمسون ليرة سورية أجرت الأمبير الواحد خلال الأسبوع وأيضا مخالفات كبيرة ترتكب دون حضور الرقابة والتفديش على محاضر وأماكن الموالدات الأمبيرات بتحديد منطقات الأشرفية وعدد من المناطق الأخرى لا سهم بأن منطقة العزيزية شهدت تواجد لأصحاب الأمبيرات وأيضا اتباع لهذا القرار أما إذا منتقلنا إلى واقع الأسواق والمواد المعيشية في حلب المدينة تشهد مدينة حلب يوما بعد يوم تقدم الحزبات باتجاه الأسواق وتواجد لكافة المواد المعيشية وغيرها ولكن الأسعار هي ما زالت مرتفعة لأسيامها بأنه سيكون هنا خلال الأيام القادمة أغرق أسواق مدينة حلب بالمواد المعيشية وبالتالي انخفاضها أي يعني الوزارة تتبع أسلوب أن أغرقت الأسواق بالمواد المعيشية سيكون هناك انخفاض للأسعار إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله أنا أشكرك جزيلا شكر وليد هاناي مراسل الإخبارية كنت مع نعبر الأخمار الصناعية من حلب